تحياتي الكلاسيكو جديد عم بطل علينا بكرة ريال مدريد حيواجه برشلولة في لقاء ما بني قدر نحكي أبدا أنه بصب لحسابات تنافسية أو حساب اللقب الفارق كبير وتاريخيا في إسبانيا ما حدا قدر يقلص هذا الفارق فالناس بتشوف الدوري محسوم فمنها بتقول هذا الكلاسيكو شو أهميته في الحقيقة حبيت أعمل فيديو سريع حتى بدون أحضروا بمعنى الكلمة إن هيك خلص بدي أطلع أحكي معكم اللي ببالي وأحكي أفكار هيك من هون وهون ليش هذا الكلاسيكو فيه جوانب مهمة وفي نهاية ذلك بتوقع منكم طبعا تدعمونا بلايك تشتركوا بالقناة والأهم من ذلك إنكم اتعلقوا وتقولوا شو أهمية الكلاسيكو وممكن تقولوا أصلا مش مهم في الحقيقة أنا شايف إنه هذا الكلاسيكو مهم حتى لو ما كان إلو علاقة بحسابات اللقب أولا لتشافي هرناندز المدرب اللي بيخوض موسمه الأول مع برشلولة محتاج يفوز على ريال مدريد محتاج يهزم ريال مدريد وما يخسر معاه مرة ثانية محتاج يقول اللاعبين أنا قدكم تخيلوا من وين لوين رفعنا الفريق بسرعة لهذا المستوى هذه الدفعة المعنوية بتهمه جدا الموسم الجاي اللي حيكون مطالب فيه إي نافس على أخب الدوري بتهمه إنه يدخلوا بعقلية بنقدر نغلب ريال مدريد ثانيا الفوز مهم جدا لبرشلولة ليخرج من سلسلة النتائج السلبية أمام ريال مدريد إحنا بنتكلم خمس خسائر متتالية وبنتكلم إنه آخر فوز لبرشلولة في 2019 يعني جبل ما نعرف إيش يسمه كورونا والتخلص من العقد جزء مهم لأنه التاريخ بيأكد لما تبلش الطول السلسلة بصير كسرها أصعب وأصعب على الفرق أيضا كارلو أنشلوتي عنده فرصة ليصبح لأول مرة متفوق على برشلولة بالمواجهات المباشرة من يوم ما غلبهم أول مرة مع ميلان والآن هو فايز خمسة خسران خمسة متعادل ثلاث تفوقوا عليهم بالمواجهات المباشرة بيرفع قيمته الإعلامية بنعرف المدريديين والإعلام الإسباني كله مدريدي كتالوني بحب هذه الأرقام البسيطة فاس ستة إنه يتفوق على برشلولة بنال ثقة أكبر للموسم الجاي أيضا كما أنه الفوز مهم لريال مدريد لأنه راح ينهي أي كلام عن فرصة برشلولة في الدوري برشلولة هو اللي بيخلق الضغط حتى لو كان إشبيليا الثاني برشلولة هو الفريق اللي بتشوفه أنت وأنا وكل الناس إنه هو اللي بيقدر يفوز سلسلات انتصارات حتى لو ما معا لعبين عندنا هذا الانطباع عنه لأنه فريق عودنا في السنوات الأخيرة إنه بيقدر يفوز سلسلات طويلة ومن شأن إنهاء الجدل على مسألة بطل الدوري لأنه بيخلي مدريد بيركز بدور الأبطال لما يجي وقت مبارياته بكل هدوء ومنطقية أيضا مباراة مهمة جدا لجونيور جونيور اللي بيعيش موسم مثالي لكن دائما أي موسم مثالي محتاج مباريات كبيرة لحظات كبيرة عشان اللاعب يعرف أنه خلص عدى المرحلة القديمة مرحلة الشك إلى مرحلة اليقين ومحتاج هذا الشعور بالثقة الكاملة قبل الموسم الجاي اللي حيجي فيه كليان إمبابي واللي 100% حيخطف من أول لحظة بيلبس فيها القميص الأبيض جزء كبير من أضواء الملعب عن كل اللاعبين الآخرين فجونيور محتاج هذا اللقاء للأضواء محتاج هذا اللقاء للثقة بالنفس في لحظات صعبة حتمر عليه الموسم الجاي حيشعر أنه الناس ناسي وجوده إذا إمبابي كان عم بيتقلق وأيضا على سيرة جونيور الشاب شباب برشلونة كلهم محتاجين هذا الفوز محتاجين يشعروا بأنه إحنا غلبنا مدريد بأفضل حالاته اللي لسه قبل أسبوع مطلع سان جيرمان بنصف ساعة لعب واللي متصدر الدوري وإحنا لسه شباب ثقة كبيرة حيكتسبوها ثقة بالنفس بالشخصية الفريق كلها حتقوى لأنه مجموعة شباب موجودين في أرض الملعب قدروا يهزموا فريق في كل خط من خطوطه خبرة طويلة جدا نعم كلاسيكو مش من أجل اللقب لكن في حسابات معنوية إعلامية مهمة جدا حتى مالية برشلونة اللي أعلن قبل أيام عقده مع سبوتيفاي أنا أعتقد برشلونة محتاج هذا الفوز مش عشان سبوتيفاي خلاص ضمنه عشان يقنع المعلنين الآخرين الرعاة الآخرين اللي حيكونوا عقودهم أصغر طبعا لكن يقنعهم أكثر إنه خلاص الموضوع استقرر النادي أصبح موثوق فيه من جديد هزمنا ريال مدريد فتعالوا فهذا حتكون رسالة معنوية لهم مهمة جدا ويفاوضوا عليها لأنه بنعرف الرعاة بيبعدوا لما يحسوا النادي عم بينزل ما بتفعوا لأنه لا ما بتفعلك هلأ وأنا متوقع أنه بعد سنة اتواصل الانهيار وتقل قيمة الصفقة فبالتالي بتكون رسالة بتفيدهم حتى في صفقات الرعاية والتسويق وأيضا حتى هي مهمة لللاعبين الخبراء في ريال مدريد هي رسالة بأنه إحنا رجال المباريات الكبرى اللي منحسمها شو ما كانت صعبة هي حتفيدهم بالعنصر هي سميل الرهبة في نفوس الخصوم فيما تبقى من الدوري حيسهل عليهم آخر المباريات في اللقب لأنه الأندية اللي حتلعب ضدهم حتشعروا أنهم أمام ضد فريق عم بيهزم برشلونة في نفس الموسم ثلاث مرات عم بيطلع بدور الأبطال وبيطلع سان جيرمن حيكون في نوع من الاستسلام تحديدا للفرق اللي ضمنت بقاءها وما عندها طموح أعلى في الدوري الإسباني وهذه حالة منشوفها بكل الدوريات لما فريق يظهر قوي جدا الفرق اللي ما إلها قصة وما إلها دخل بالسيناريو نفسه وبمنافسات بتحس أنه أداءهم وعطاءهم ضدهم بقل نوصل هنا لنهاية هذه الحلقة بذكركم لو سمحتوا تشتركوا بالقناة وإني أنا محمد عوال موجود فيسبوك تويتر وإنستغرام وضروري جدا تتابوني على سيرفيسبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله